والحديث الآخر يؤيده إن العلماء ورثة الأنبياء فهذا العالم إنما يأخذ هديه ونوره وبصيرته في حياته من هذه الوراثة المحمدية وقصة سيد أبي هرارة رضي الله عنه لما نزل إلى سوق المدينة وقال لهم يا أيها الناس أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسرع الناس لظلوا أنه فعلا تلكه ميراث النبي عليه الصلاة فما رأوا شيء رجعوا إلى قال يا أبي هرارة ما رأينا شيئا قال ما رأيتم حلقات علم قال نعم قال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فالعلماء وراث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء الصادقون هم ميرات ورات محمد صلى الله عليه وسلم يضيئون بهذا الإرث النبوي على الأمة بعدهم وهنا نقطة مهمة أحب أن أنبه إليها إن انشغال الأمة بأمور دنياهم بأمور معاشهم بأمور سياستهم بأمور أحداثهم وكوارثهم إن شعلوا عن العلماء العاملين إن شغلوا عن صحبتهم وإن شغلوا عن حضور مجالسهم وهذا خطر عظيم العلماء يا أيها السادة يا أيها الإخوة المشاهدون العلماء هم حراس الأمة حراس عقدتها وعباداتها وأخلاقها وكل شيء وحراس بلادها وأرواحها حراس كل شيء ولكن لا بسلطان لا بجند لا بسلاح إنما هم حراس للأمة بهديها بتبصيلها بأمور دينها بتبصيلها بأمور حياتها على منهاج النبوة وأيضا بدعواتهم الصادقة وحرقة قلوبهم عليهم